أنهى قاضي التحقيق بيتر جيرمانوس استجواب النائب السابق حسن يعقوب ومرافقيه زين علي قاسم وسليم محمد حمود ووسام علي الموسوي وأصدر بحقهم مذكرات توقيف وجهية وفقا لمواد الادعاء بجرم خطف هنبعل القذافي وحجز حريته وعدم إبلاغ السلطات الرسمية بالأمر وتعذيبه جسديا ونفسيا ومعنويا وجرى نقلهم مباشرة إلى مكان توقيفهم لدى شعبة المعلومات في المدرية العامة لقوى الأمن الداخلي وفي أول تعليق قال علي عقوب شقيق حسن يعقوب أن قرار التوقيف مسيس لافتا إلى وجود رابطا بين الملف وقضية الإمام موسى الصدر ورفقيه نحن سعداء بهذا القرار ونؤكد أن يأخذ القضاء مجراه بكل معييره لأنه لا نريد المساوم نحن نرفض المساوم أريدت عليكم المساومة؟ نحن لم تعرض علينا شخصا ولكن نعرف ما يوجد هناك وراء الكواليس من جهته أكد محامي عقوب ناجي أيوب أنه سيستأنف قرار التوقيف أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان مطالبا بفسخ القرار أو إخلاء سبيلهم لقاء كفالة مالية موسيقى